اهلا احبائنا مشاهدين في كل مكان حديثنا اليوم موضوع في غاية الاهمية عن اهمية قيادة الروح او القيادة بالروح القدس في حلقة ماضية تكلمنا عن يوم الخمسين عن انسكاب الروح القدس وعن تميز هذا اليوم يوم الخمسين وتميز الروح القدس لكن اليوم رح ناخد الموضوع بشكل عملي اكثر واليوم رح نتكلم عن اهمية القيادة يعني اقصد الانقياد بالروح القدس او كيف تكون تحت سيادة وسلطان الروح القدس وهذا الموضوع كتير كتير مهم لانه فيه كتير تعليم مغلوطة فخليني في البداية اقول عندما اقول الروح القدس هو واحد في الجوهر في الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الاب له وجود ذاتي والابن هو الكلمة المتجسد والروح هو الروح المحي واحد نقول واحد وليس اسماء لكن اسم واحد والروح القدس هو الله يعمل من الخليقة كان روح الرب يرف على وجه المياه الى اخر آية في الكتاب المقدس الروح المقصود الروح القدس والعروس يقولان تعال فالروح القدس ليس مجرد يعني اختبار هيك يعني مستكل او روحاني ولا هو مجرد تأثير او قوة معينة كما يدعى البعض والروح القدس ليس هو نبي من انبياء الله والروح القدس ليس هو الملاك جبرائيل لو قلنا هذه المسميات على طول يناقض الكتاب المقدس ولكن اليوم رح ناخد الموضوع بشكل عملي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير لأقدم ضيف هذه الحلقة اشتركوا في القناة اهلا احبائنا مشاهدينا بحب اقدم ضيف الحلقة وهو لأول مرة معنا على برنامج ليكن نور برنامج بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة وفيك تشوف هنا على الصفحة ايضا على اليوتيوب طبعا اخوي اشرف هو صديق قديم غالي صديق عزيز رجل اعمال في كندا وحاز على شهادات كثيرة ولكن يعني هو ايضا حائز على شهادة اللاهوت في دكتوراه في اللاهوت وعاوزين طبعا نسأل بعض الاسئلة في هذه الحلقة هو يمكن ضيف لأول مرة ولكن هو اخ عزيز يؤمن برسالة وارسالية ليكن نور وبرامج نور لجميع الامم دكتور اشرف اهلا وسهلا فيك انت معانا على الهواء السيس نصاري يسعدني وشرفني ان نكون معاك انت عشرة عمر طويلة وانت علمتنا كلنا الميديا تشتغل ازاي وانت بالفعل بصماتك على الميديا المسيحية العربية محفورة في قلوبنا ومحفورة في عقولنا وكلنا بنحاول نطلع عليك ونبقى زيك لكن الرب يدينا نعمة ان احنا نتكلم ونتواصل ورد على الاسئلة انت عايز قبل ما ابتدي بالاسئلة حتى طبعا جمهورنا يعرفك اكتر اخ اشرف انا راح اندريك اخ اشرف لانك انت صديق وغال علي يعني اللي ما بيعرفك انت انا اللي بعرف انك انت رجل اعمال وعندك شركات ولكن ايه الاهتمام يعني ايه اللي برغم كل مزاحم الشغل انك تروح تدرس لهو تتاخد دكتوراه في لهو حتى تخدم الرب احنا كلنا بنشتغل وده الشغل بتاعنا ده اللي بنكون بنعيش زي ما كان بوليس بيعمل خيام لكن شغلتنا الاساسية ان احنا نكون في عمل الرب فعشان اكون في عمل الرب واكون على مستوى العلم اللي بتطور كل اللاحظة والتكنولوجي فدخلت ودرست وخدت ماجستير في اللهوت وخدت دكتوراه في اللهوت وخدت ودرست كتابية عشان اقدر اكون لما اقولي الكلام يكون الكلام طالع مدروس مفهوم على مستوى التفكير الجديد وتفكير العقل اللي تطور بشكل غير عادي في اخر مئة سنة اسرع من كل عمر الانسان فعشان كده ده اللي خلاني ادرس اللاهوت وادرس الكتاب مقدس عشان ما نقدر نقول الكلمات نقول الكلمات نستطيع ان احنا نواجه ونتكلم بامانة وبصدق وبحكمة للناس اللي ما تعرفش يسوع وللناس اللي تحب تعرف عن يسوع اكتر نقدر نديهم المعلومات الصحيحة الدقيقة حسب الكتاب المقدس الموجود مش حسب مخيلاتنا ولا تفكيرنا ولا حتى افكار اخرين طبعا احنا اهمية القيادة بالروح بالروح القدس خليني يعني بالاول حتى نعرف الموضوع الحياة تحت سلطان الروح ما هو المقصود تحت سلطان الروح؟ الحياة تحت سلطان الروح خليني الاول اوصل كلمة الناس لغد الوقتي ما بتعرفش ايه السلوس الاقدس ان السلوس الاقدس ابو ابنه روح خلص كل واحد فيهم ليه مهمة خاصة وخدنا كلمة اقنون من اللغة السريانية اللي هو قائم بزاته شخص قائم بزاته ولكن هم كلهم تحت واحد شيء واحد اللي هو الرأس بيسموه في الانجليز لكن هو الرأس وهو الله الكامل والله الكامل بيشتغل التلاتة مع بعض في هارموني في التناسخ في انسجام وفي محبة ان الاب يحب الابن والابن بيحب الاب وروح القدس اللي بيوصل المحبة بين الاتنين فانقدرش نقول ان لما فضتنا حبة الله خلى الانسان عشان يكون على صورته ومثاله لكن بعض الناس بتفتكن ان الروح القدس بيشتغل لوحده الاب بيشتغل لوحده والابن بيشتغل لوحده الحقيقة كل واحد عنده وظيفة معينة بيعملها لكن التلاتة بيعملوا بيشتركوا في كل الاعمال اشتركوا في الخلاص اشتركوا في الخليقة بيشتركوا في القيادة بيشتركوا في حياتنا لكن وان كان يتميز كل عصر وكل وقت بان الاب متميز في ده والابن متميز في ده والروح القدس متميز في ده وده السلوس الأقدس النهاردة وان كنا بنتكلم عن الروح القدس فالروح القدس هو الاخنوم التالت هو الله الموجود هو الله الحي الكامل المساوي للابن ومساوي للآب وهو إرسالية يسوع لنا والكنيسة لأنه أنا قال المفروض أن أنا أنطلق فيكون أفضل لكم لما أنطلق لنية الروح القدس وناس كثيرة عبرت عن الموضوع ده قالت أن يسوع في حياته مهما يقدر يقدم للناس الوقت محدود لكن الروح القدس لما يقدم يسوع لنا يبقى غير محدود ويسوع يظهر بقوته بسلطانه جوانا لكن هو كلمة تحت سيطرة لسلطان الروح القدس معناها أن الإنسان فشل من غير الروح القدس لما يأخذ الآية اللي بنتكلم عنها بحبها وبستمتع بيها الموجودة في كرونس الأولى 15-45 اللي بتقول أن آدم نفسا حية لكن يسوع كان روح محية فآدم كان نفسا حية وكان ليه علاقة شخصية مع الله لغم أن الله خالوا على صوته مساء له لكنه ادداله الحرية المطلقة أنه يحب الله وكان يقردته والإنسان أخطأ الهدف آدم غلط رغم أنه كان عايش في حالة البراءة لكنه أخطأ الهدف ويعوقب وخرج من الجنة وجه في الجنة حطله في إصحاح ثلاثة آخره حطله كاروبين بسيف نار متقلم عشان يمنعه أنه يمر على شجرة الحياة فما يكلش منها فيحي في الخطية لأن الرب كان ليه خطة تانية أنه يعحي حياة مباركة حتى التبرير إلى الأبد وده اللي حصل كان في خطة الله فجه يسوع صنع الخلاص ويسوع بدان الروح القدس والروح القدس هو اللي بيقود كل شخص فينا أن يقول أن يسوع رب نعم فبدون الروح القدس ما يقدرش نقول أن يسوع رب وبدون الروح القدس ما تقدرش الكنيسة تتكون يعني الكنيسة تكونت بناء على عمر الروح القدس فيها فالتلميس كان يقولوا الروح القدس ونحن الروح القدس ونحن بوليس وهو يقول لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة ولكن امتلق بالروح وده أمر شوية محتاج نفك ونفسره لأن الناس مش فهم إيه الامتلق بالروح أول حاجة إحنا لما بنؤمن بالرب يسوع وده اللي بيحصل بنختم بالروح القدس وفي اللحظة دي بيبقى زي ما كان يتختم الجنود زمان كان يتختم العبيد زمان فيتختم إنك إنت ملك الملك ده طبع فإحنا مختمين إن إحنا ملك الملك ده والجزء الثاني إن الروح القدس هو عربون إن إحنا هيكون لنا حياة بديئة فهودا العربون إن أنا وأنت هيكون لنا أكساد مماجدز زي يسوع وهنعيش مع الأب بعد كده في حياة بديئة ده العربون ده دون بيمن بتاعنا أو نسموه العربون زي ما ماندرنا في مصر الدفعة الأولى والدفعة الأولى والدفعة عظيج فده اللي بيفرق ما بين أننا ختمت لما أمنت إن رحوا قدس سكاً جوايا ولما أنا أمتاء بالروح بعطي قيادة للروح القلوس الامتاء بالروح ما هو أشي حاجة بتنزل علي الروح القلوس موجود في حياة كل واحد فينا بنفس المقدار أنت عندك وأنا عندي وكل واحد فينا مسيحي عنده روح القلوس بنفس المقدار لكن الروح القلوس بيعمل بصورة أكتر لما ندله مكانه وندله فعليه أكتر في حياتنا وندله أنه يستمر ويسطر علينا فإذا عمل الروح القلوس عمل عظيم جدا في حياة الكنيسة الأولى وفي إرسالية الكنيسة طبعا أنت ذكرت يعني السلطان الروح وأنه الإنسان عصى الله والرب طرد آدم وفي نفس الوقت أعطاه ما يسمى الوعد المسياني ولكن في مجيء المسيح المسيح أنجز الفداء تتكلم على دور كل واحد إلى دور وأن الروح ختم يختم هذا الخلاص كعربون للمراث يعني اللي بيتكلم عنه في الختم الختم اللي هو أن أنا أصبحت ملك للآب لأن أنا أمنت بيسوع بعمله على الصريب فأنا أصبحت ملك لله أنا ابني لله واسق وسوخ تام أن أنا في إيد الآب لا أستطيع أحد أن يخطفني لأن أنا مختوم بروح قدس لكن أنا النهاردة الروح قدس أصبح عربون لي الروح القدس جوايا كعربون بيأكد لي أن أنا مستمر في العلاقة مع الله وأن أنا رايح السماء معاه وهو ضمان من القابلية أن أنا هروح معاه أن أنا هكون لي حياة أبدية وده اللي كان طمعان فيه آدم عشان يأكل من شجرة الحياة فأصبح لنا في يسوع أن يسوع هو شجرة الحياة فأصبح لنا في يسوع أن إحنا لنا ضمان حياة أبدية مستمر وذكرت الآية من رسالة بولوس إلى كنيسة أفيسوس ولا تذكره بالخمرة الذي فيه الخلاعة بل امتلقوا ذكرت أنه محتاجين نفك هذه الآية حتى نفهمها الخمر رمى بنشرابه بيسيطر سيطرة تامة على الإنسان لدرجة ممكن أن هو يفقد وعيه ويغيب عن الوعي فالخمر كان ده الحاجة الوحيدة اللي كانت عندهم زمان إحنا عندنا دلوقتي حاجات كتيرة بتغيب عن الوعي الخمر والمخدرات أي شيء يفقدك الوعي الكتاب مقدس بيرفضه لكن بيطلب منك أنك أنت تعطي مجال أكتر في حياتك تسلم جزء من حياتك شوية بشوية للروح قولي يسفيتخاتر عليه وكل ما يساثر عليك الروح القدس كل ما يستخدمك بالصورة أكتر كل ما تكون في إرادة الله أكتر كل ما تصنع مش�ية الأب أكتر كل ما تكون بالفعل على صورة يسوع أكتر لأن الروح القدس هدف الحقيقة حقيقة واحدة أنه يغير شكلي وشكلك وشكلك كله وعصفينه عشان يكونوا على صورة يسوع أمين أمين وخلينا نحكى عن عمل الروح القدس طالما ذكرت يسوع في حياة يسوع الإنسان كابن الإنسان على الأرض على الأقل يعني البعض يساء فهمنا في حياتنا احنا كمشور مظبوط كده لأن الرب يسوع لما جي جي الملاك للعزراء مريم وقال لها ما تخفيش المولود منك ده جاي من عند الرب روح الرب يظللك وانت هتحبالي وتالدي ابنا يدعى عما نويل في الجزء تاني أو المولود منك ويكون ابن الله فإذا الروح القدس كان موجود في الولادة بتاعة يسوع والروح القدس مولود في ولادة كل مؤمن لأن مفيش مؤمن الولادة الثانية والولادة الثانية ما هو نقاس من العالم الجزئين ميلادة طبيعية إنسان طبيعي زي آدم بالضبط زي آدم بالضبط وبعمل اللي يعمله آدم وعشان نتغير من آدم وعشان يكون لنا صورة سماوية لازم نقبل عمر الرب يسوع ولازم نتولد ولادة تانية فيكون لنا هوية تانية يكون لنا شخصية تانية شخصية تانية كلمة شخصية أصلها في العربي مش واضحة شخصية أصلها طبيعة يعني جديدة الشخصية في الإنجليزية ليها جزئين personality اللي تولدت به والكاراكتر اللي أنت بتانمو بي فالروح القدس بيدينا كريستيان كاراكتر شخصية مسيحية وبيتضغير فينا كما كان الروح القدس موجود في ولادة رب يسوع الروح القدس موجود في ولادة كل مؤمن الجزء التاني والمهم والخطير واللي هو بيمثل الامتلاء الرب يسوع وفي آية معينة في يوحنة وهو يوحنة المعمدان بيشهد عن اللي شايفه في يوحنة واحد يقول كده أني أنا شهدت بأمانة ورأيت وبقول لك الحق اتقال لي اللي حييجي الروح القدس كهيئة حمامة واستقر عليه هو ده الشخص الموجود وأنا أشهد بالحق إنه ابن الله الآية دي وضحت شيء معين بس اللحظة الوحيدة اللي استقر فيها الروح القدس على الأرض الروح القدس لم يستقر على الأرض أبدا إلى أن استقر على كتف الرب يسوع في المعمودية استقر فالروح القدس خد راحته بهيئة جسمية كحمامة خد راحته واستقر لأنه كان زمان ييجي ويمشي وييجي ويمشي في العهد القديم أي والعهد القديم إحنا العهد الجديد إحنا ما بيمشيش العهد القديم الجديد إحنا سكن جوانا أمين أمين لكن هو الرب يسوع استقر عليه استقر عليه يعني معناها أن الروح القدس عارف مكانه أنه هيتابع مع يسوع وهيمشي مع يسوع وهيستلمي الكنيسة بعد يسوع عشان يمجد يسوع فده اللي حصل وده اللي بيحصل في حياة كل مؤمن في المعمودية ده حصل لما يسوع اتعمد بالماء لما فتحت السماء وقال هزها وابن الحبيب الذي بيه سررت وجاء الروح القدس بصورة جسمية صورة حمامة واستقر عليه لما استقر عليه أصبح الروح القدس بالفعل بيحرك يسوع المسيح الإنسان لأن يسوع إنسان كامل إنسان كامل بلا خطية وهو إله كامل فهو إنسان الله أو الله إنسان ما تفرر اللي أنت عايز تقوله اللي تنزى بعض لأنه هو متميز في وضعه عجيب في مكانته فريد في نوعه فإحنا اللي يعرف يسوع ما قدرش يقول غيره أنه كله حلو كله حلو ما فوش حاجة وحشة وكمان لما تدرس أكتر فيه تعرف أن يسوع عجيب ما فيش حد زيه ما فيش حد زيه متفرد متفرد في شخصيته متفرد في أفكاره متفرد في طريقته كإنسان متفرد في كينونته كإبن الله فريد نعم فالروح القدس كان مستمر مع رب يسوع في كل هذه الأمور وده اللي بيجي للمؤمن في اللحظة اللي ييجي فيها بعد ما يقامن يبقى عايز ليه أشواء أكتر ياخد من الله وأشواء أكتر أنه يدبع الله وأشواء أكتر يكون زي يسوع وده اللي بيجي بروح القدس يملأه طريق الامتلاء من الروح القدس الامتلاء من الروح القدس مش حينزم السماء لكن أكتر أنك أنت تدي أكتر فالروح القدس يملأ أكتر تدي أكتر من جوه تديره مساحة جوه حياتك تديره مساحة جوه قلبك وهو يملأ المساحة وهو يملأ المساحة لغاية ما يمتلك بالتمام كل اللي عندك فتكون فعلا مسيطر عليك بروح القدس تحت سيطرة وخيطة الروح القدس وتعمل مشيئة الآب في كل ما تصنع فإذن في المعمودية استقر الروح على يسوع والكتاب واضح بقول ورجع بقوة الروح إلى الجليل أو كان يقاد بالروح إلى البرية إلى آخر ليجرب من إبليس ولكن إحنا كمؤمنين في يوم الخمسين انسكب الروح القدس وهذا الامتلاء لكل مؤمن يعني إذا بتوضح الفكرة خلينا بس أخذ جزئين التانية عشان أوضح بعد كده الرب يسوع اقتيد الرب يسوع الروح القدس قاده قاده لفين يا حرام بدون يا حرام كانت مشيئة الله بالنسبة لنا قاده لفين نحن متوقع أنه لما رب يقودك هيقودك لدخلك الجنة لكن الرب يسوع اقتيد بيرروح القدس ودخله على أنه يروح يسوم ويصلي وبعدين دخله هذا البرية وبعدين بعد البرية الفي البرية اللي يجرب من إبليس وقفوا قدام إبليس عشان يجرب منه فإذا هو ده مهمة خاصة للعمل وده شيء رائع ما هو شيء حرام لأ دلوقتي لكن هو يبخت اللي يقود الروح القدس لأنه بيكون في مشيئة الله فإذا قيادة الروح القدس مش دايما بتكون حسب مشيئتنا وحسب توقعاتنا وده الغريب يعني منطقنا البشري دايما مغلوط وبتغير من وقت الوقت المنطق الله سليم فالقيادة الروح القدس بتخلينا نمشي حسب خطة الله المرسومة لحياتنا وتنجح الشيء التالي الأساسي لكن بس الجدير بتذكر أنه المسيح انتصر على كل التجارب وانتصر على الشيطان كان بلا خطير وعشان انت قلت الكلام ده كان بيستخدم المكتوب اللي المكتوب هو كلمة المكتوبة الموحبية هبنروح القدس لكل رجال الله فده قوة جديدة وعلمنا رب يسوع ان احنا لما نتقل في حربنا مع ابليس نستخدم المكتوب عشان المكتوب يدينا انتصار الحاجة التالتة الأساسية نزل رب يسوع من التجربة واخد قوة جديدة وبدأ يمشي في المدن والقرر الجديدة يكلم ويوعظ لغاية ما دخل المجمع وفتح السفر وقال روح الرب علي لأنه مساح من يؤبشر مساكين بالضبط وقال الكلام ده الموجود في أشعية لغاية وانادي وسنة الرب المقبولة وقفل السفر فكان كل العمل عمل خلاص ونجاح ومعجزات وأمل وتغيير الإنسان فيسوع بالروح القدس كان بيعمل هذه الأمور لكن يسوع مش كل معجزاته بالروح القدس تاني فيه معجزات سيادية عملها عشان يثبت أنه هو ابن الله مش هننقش لموضع دلوقتي لكن إحنا لنا الحقية لأن يسوع الدانا الحقية والسلطان أن إحنا لما نكون تحت قطر الروح القدس نعمل أعمال التي عملها وأحسن منها لأن إحنا بنعملها حسب مشيئة الله لكن مش حسب مشيئة معجزات لكي يمجد الآب ويعلن سلطان الآب ويعلن أنه قاتم عند الآب طيب فإذن أتفضل في هذه اللحظات حصل لما جاء ربي يسوع في النهاية قال لتلميذ هتخرجوش من أرشاليم لا تبرحوا من أرشاليم أي إلى أن تلبس قوم الأعلى فالحصل أنهم قاعدوا في أرشاليم وكانوا مئة وعشرين أو أكثر شخص وجه الروح القدس بصورة قوية عظيمة وده المرة الوحيدة لقال فيها الكتاب وقدس أنه عمدهم بالروح القدس لأن يحن قال هو ده الذي عمد بالروح القدس فعمدت الكنيسة بالروح القدس وأصبحت كما من هبوب ريح عصف والسنى والسنى مقصب من النار وكانوا يتكلمون بالسنى وكلها أمور لنازم بسيطة كانت تكون أمور مظهرية عشان تثبت وتظهر للروح القدس جواهم عشان يستخدمهم والله استخدام جديد عشان يكون لهم طريقة جديدة وفكر جديد في حياتهم للاستخدام بعض الناس بتستخدم الكلام ده لأن المعمودية الروح القدس هي لنا سلطان الروح القدس على حياتنا بنفس المفعول بعض الناس بتستخدم كلمة معمودية في أول امتلاء أنا مش هنتناقش فيها لكن الكتاب القدس ذكر أول معمودية للكنيس بعد كده ما ذكرش الكلمة إطلاقا في أي حتة فإتس أوكي لكن الامتلاء بالروح القدس إن وقع أن أنا أضح حياتي تحت سلطان الله أضح حياتي تحت سلطان روح القدس فيحركني كما هو يشاء لسته كما أنا أشاء وده اللي شفتناه في ربي ياسوع هو بيقول له هذه الكاسة إن أردت هتعبرها عني لكن لا تكون مشيئتي بل مشيئة فإذا نسلم ما شئته للآب وعلمنا حتى لو أنا مش عايز حتى لو الشيء مؤلم بالنسبة لي أنا ربي بديك السلطان نتحرك وده اللي هو الرب عايزه مننا إن إحنا نحرك حياتنا حسب ما شئته بقوة الروح القدس فإذن إحنا يعني لما تكلمت عن الروح القدس هو أقنوم في الله الواحد في الثلوس مساوي مساوي الأب والإبن نعم وبعدين تكلمنا عن أهمية الروح القدس والإمتلاء وسيادة الروح وسلطان الروح سواء في حياة المسيح أو في حياة المؤمنين ولكن في البداية أنت ذكرتك جملة سريعة ودمجتها في كده نقطة وأنا صحي لها ومشان هيك عاوز أسألك اللي هي إرسالية الروح في حياة التلاميذ لأن التلاميذ امتلقوا وبعدين خرجوا ولكن إذا فيك توضح لنا الفكرة لأنه ذكرتها بشكل سريع أنه الروح مثلا يقول سريح أو شفنا أو رأينا الروح ونحن إلى آخره أنه فيه اندماج بالعمل خلينا منطقيين ونحسبها بدقة تلاميذ يسوع الحداشر كانوا معظمهم ناس عاديين مفهمش لا البارع ولا المثقف ولا الدارس صيدين سمك ويمكن مات كان عشار ويهوزة ميشي لأنه يهوزة كان من الجليل وخان ومش فتلاميذ يسوع كلهم عاديين معظم رسول يسوع كانوا عاديين اكتم وقدس ما استخدمش حد ما قالش أن حد يستخدم فريد وفز من نوعه الوحيد اللي كان عنده معلومات وكان دارس كان رسول بولوس وحطه بعدين اختاروا بعد ده الناس دي حسب مقايصنا احنا الفكرية اللي بوتروس اللي أنكر اللي كان نفس كان شاهم ويقول له حدش يقدر أرب منك ولو أموت معاك أنكر فبحسب المقايص البشرية الناس دي ما كانش ليها رجاء ما تقدرش يعمل حاجة ما فيش سلطان عندها لكن لما امتلقت بروح قويس ازدادت جهارة واستددت قوة ونسمع كلمات بوتروس فيها علم وفيها حكمة وفيها فهم وقال لهم قربة يسوع قال لهم ما تخافوش لما يضغطوا عليكم ويسألوكم ما تخافوش مش مهم الجاوب ايه أنا هجاوب الروح قويس ايجاوب على لسانكم فأنا هتكلم ما تخافوش على لسانتكم بروح قويس روح أبيكم اتكلم فيكم فإذا الكنيسة تكلم فيها الروح قويس من خلال التلاميذ اقتدهم في حياتهم واقتدهم في إرساليتهم ووزع ده هنا ووزع ده هنا ووزع ده هنا لذلك تقول فريزولي شاول برنابا برنابا وشاول عشان يطلعوا لأوروبا ووزع التلاميذ بصورة فوق مستوى المنطق البشري مش في هذه اللحظة حتى الآن ازاي الناس التي توزعت بالطريقة دي ازاي ان الكلمة وصلت الى هذه المستويات لأفاق بعيدة ما كانش ممكن يحدث ده إلا بعمل الروح قدس ولازلنا لغة اليوم بنحتاج ان خدمتك وخدمتي وخدمة كل واحد فينا انها تكون مقادرة بروح قدس عشان تكون مؤسرة للتلاميذ لكن اخد نموذج واحد بوترس يعني مهما قلت بوترس مش هتقدر تقول ان بوترس كان وعز جاي ده كان صيد سمك لكن جاه في عمر خمسين والرجل قال وعزة واحدة وفي تكسب فيها تلات تلاف يعني ووعزة يعني تلات تلاف ده ده بيكلمة ع يهود يهود متصلبين الفكر يهود جايين من قوام مختلفة يهود ما عندهمش استعداد انه يغير اي حاجة يعني رجد كل التفكير بتاعه بتكعب جواه دماغه لكن الروح قدس اشتغل في تلات تلاف نفس فغيرها بوعزة بوترس اقرى وعزة بوترس ما تلاقيش فيها حاجة فاذا انه كان بيشتغل مش وعزة بوترس سفر اعمال الرسل صحة اتنين للمهتم في الموضوع ما تلاقيش حاجة فيها يعني تواوي تقولك يعني مزهلة يعني ما قالش حاجة لكن الروح اخذ الكلام ده ببسطته وبسهولته وصروا لنازي حتى بلغتهم عشان يقدر يأثر في قلوبهم عشان تلات تلاف واحد يا بلو رب يسوع في هذه الوقت فده التغيير كم يعملون مكتوب ولما سمعوا نخصوا في قلوبهم مزبوط الكلام ده وفي مرة تانية فلما سمعوا حانقوا في قلوبهم لما تكلم معهم استفانوس فاذا روح الله يعني بيفتح ومرات في ناس بتتصلب مثل استفانوس اللي اخدوه ويرجموه فاذا واضح انت من كلامك انه في الارسلية لانه في في سفر الاعمال منشوف انه فرز الخدمة او شاول وبرنابة وابتدأوا في خدمات خدمات تبشرية من اسيا الصغرى لاوروبا مثل ما ذكرت وصلوا في 25 سنة الى 3 قارات يعني كل الامبراطورية الرومانية بالارسلية بقوة الروح القدس حتى في تقيقى الكنيسة تلاقي مرقص منزل مصر تومة 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 حصلت تشتيت الكنيسة وتشتيت مش هرجالة لكن تشتيت منطقي بتوزيع منطقي بتوزيع التلاميذ في كل مكان عشان توصل رئيسة وتعمل الروح القدس طيب رح ناخد فاصل اخ اشرف نعطي فرصة لكل مشاهد اذا عندك اي سؤال او اي استفسار فيك تتواصل معنا رقم الهاتف موجود امامك او اذا بتحب تتواصل معنا على الصفحة بكل سرور منحب نساعد روحيا لكل محتاج واذا عندك سؤال بكل سرور منحب نجاوب على تساؤلتك ابقوا معي رح نستكمل هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر 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 اهلا احبا انا مشاهدين في كل مكان معنا دكتور اشرف الويس عم بتكلمنا عن موضوع كتير كتير مهم اذا بتحب تسميه الامتلاء بالروح القيادة بالروح سلطان الروح ارسالية الروح كلها مسميات صحيحة بعد اذنك اخ اشرف اذا ممكن نوخد مكالمة وبعدين منكمل الحديث ميري اهلا وسهلا انت معانا على الهوى مساء الخير اخ نزار مساء نور اهلا وسهلا ومساء الخير لالاخ اشرف الرب يبارككم يحفظكم يبارك تعبكم يعطيكم القوة الروحية دايما يحفظكم يا رب تكونوا نور لكل العالم عدا اول شي شكرا كتير انا بس بدي اسأل شي نشكر رب يسوع انه نحنا عواني خزافية الرب يعني قبل انه يسكر روح القدوس فينا نشكر رب يسوع مين نحنا تحت تالي يعني روح الله سيكن فينا والامتلاق بالروح القدس هادي هادي يعني عبارة او اشارة الى الانسان المؤمن اللي بيكون ممتلق بالروح القدس بيكون بعلاقة او برباط ما بدي يقول علاقة الحياة مع المسيح هي رباط هي رباط بالدم منا علاقة اليوم ومترك يعني نشكر رب لان الرب يعني سيكن بارواحنا بأسيدنا هيدا الله العظيم اللي خلق السماء والارض السيكن في نور ليدنا منه كيف اختارنا وجعلنا امه مقدسة شعب اكتناء نشكر رب يسوع من من اجل عمله من اجل اختياره لألنا من اجلكم من اجل موته وايامته امين 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 انا بدي اسألكم اخوتي الاحبة انا بحبكم اول شي بالمسيح قد الدني وحنكون مع بعض اذا ما شفنا بعض على الارض حنشوف بعض بالسماء امين انا عندي انا عندي سؤال بخلال حياتي مع الرب وخلال رسالتي لما نقدم رسالتي المسيح للاشخاص نشكر رب نحن نعرف انه لما نكون مملوئين من الروح القدس يعني الرب يعطينا الكلام هو بيتكلم من خلالنا ونحاول نقنع الناس ونقدم رسالتي المسيح ومتل ما تفضل الاخ وقال يعني بترس بكل بساطة كلمات بسيطة كان سيات سمك وربح 3000 شخص بموعظة وحدة بس نحن للاشخاص من غير خلفية عم نلاقي صعوبة انه نقل الله القاب والابن واروح القدس اله واحد امين وينبغي ان تولدوا من فوق يعني طبعا بكذا طريقة بطرق سهلة بالكلام اللي بيعطينا ويا الرب مرات يعني بكونوا ما بدي يعني اقول كلمة بش عا تطلع من تم بس هاي دا كتير عام الواجهة صعوبة بانه سكنا روح القدس بداخلنا وكيف الروح القدس بيتكلم من خلالنا وكيف من امتلع بالروح القدس وكيف لازم نتوب ونجي لعند الرب وروح الرج يسكن فينا وهيدي إثارة انه احنا وليت للرب وانه صرنا لقيله وانه حياة أبدية معه يعني من مع الاشخاص اللي من غير خلفية يعني كتير عام وانه صعوبة بعيد على الموضوع بزي حاضر شكرا كتير اخت ميري ويعني انت سمعت السؤال وفعلا مرات كتير نتهم بالموضوع انه يعني هو يعني نبوة انتو انبياء ولا كده كيف ربي اوضح بس عشان انا بكلم مع ناس في حديثي مع الناس بيحصل ايه الناس بتاخدنا في امور فرعية بعيدة عن رسالة الخلاص اهم حاجة قبل ما كلم الناس علمونا ستزدنا في الوداس اللي سبقتنا في الايمان ان احنا نكلم الرب عن الناس قبل ما نكلم الناس عن الرب فلو كلمنا الرب عن الناس لأول حاجة وصلينا وطلبنا ان هو يفتح فمنا ويدينا كلام فده بيدينا نوع من انواع الراحة الداخلية ان احنا مش هنتكلم لكن الله بيتكلم فينا ده اول حاجة تاني حاجة ما تخليش حد يقدك لمناقشة فرعية لان مناقشة السلوس مناقشة صعبة لكن خلينا ثلاثة حاجة حياتنا العملية ما قدرش اتكلم مع شخص وحياة العملية غير جيدة وقال له اقبل الرب يسوء ما فيش فرق لان المؤمن المؤمن زي باكل شاي ما بيبانش طعمه ريحته غير ما تحط في الماء السخنة فلما بيشفونا في حياتنا العملية في التجارة وفي الألام اللي زيهم بيكون لنا ريحة المسيح الزكية وتكون حياتنا بتفيح بعطر المسيح ويكون طعمنا طعمه الناس دي بتعرف ان احنا مختلفين ويسألون عن سر الاختلاف اللي فينا وده بنقدر بيدينا فرصة ان احنا نجاوب اكتر بالصورة اكتر لكن هو المهم ان احنا نتقرب من الناس نسمع منهم كل الأسئلة وبعد كده نبدي علاقة معهم لان مش تقدر تكسب لواحد بخمس دقايق في كلمتين دقايق يعني ايه ما يكون جاهز قوي ويكون حسب حسب اغلب السكر محطوط له ناس كلمته قبليك مرات عديدة فانت بتقفل اخر مرة وتحط اخر قلب سكر لكن معظم الوقت انك تبدأ بعلاقة شخصية مع الشخص وتوري المحبة وتبدأ تكلمه عن يسوع ركز على يسوع ركز على يسوع والشيء المهم ان شخصية المسيح متفوقة سامية لا تقارن لا بنبي ولا بشخصية عظيمة ولا بأي حتى لو اجدت تكلم عن اي ناحية من حياة يسوع فعلا متفوقة اصلا متل ما بتسمعوها دايما مني عيب ان نقارن يسوع في اي نبي في اي شخصية اخرى رح اخذ كمان مكالمة سريعة اهلا وسهلا ابو مهند انت معانا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات ابو مهند تفضل تحية تحية محبة وتقدير واحترام للاخ الفاضل العزيز نزار شهين ربنا يبارك والاخ الخادم للرب اشرف امين اسمح لي بهذه الكلمة فضل الحمام السماوية يعطيكم معزيا اخر ليمكت معكم الى الابد وردت في يحنى 14-16 الروح القدس او الحمام السماوية اتى بالتشديع والامل والرجاء للكنيسة الرسولية الاولى وذلك في يوم الخمسين يوم حلوله على ارضنا هذه وقبل ما ترك المخلص ارضنا هذه وعدبا يرسل لنا معزيا اخر ومشدعا فالروح الذي نزل اكد بالرسل والتلامين بان الرب يسوع قد عاد الى يمين عرش العظمة في الاعالي وقد تم ما وعده لهم كما ورد به اعال الرسل اثنين الثلاثة وثلاثين الروح القدس يشهد اليوم لارواحنا باننا اولاد الله ويذكرنا بان لنا شفيعا وهو الرب يسوع المسيح له المجل الحمام السماوية تطمئنا بان كل شيء على احسن ما يرام لان المسيح ذهب المسيح لكي يرسل لنا الروح القدس يبقى معنا وقل الابد وشكرا شكرا 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 على المداخلة اخ اشرف بالوقت اللي معنا والوقت عم بيركد كنت عاوزة اسألك كان في حلقة تكلمنا فيها عن يوم الخمسين واتذكر ان الروح القدس في العهد القديم كان يحل على رجال الله لمهمة خاصة وخلاص لكن في العهد الجديد انت ذكرت ان الروح القدس استقر على يسوع ويوم الخمسين انت سكب الروح القدس على كل التلاميذ وابتدأت الارسلية خلينا نرجع للعهد القديم واذا فيه هيك مثال تعطينا من العهد القديم العهد القديم كان فيه ثلاثة اعمدة للحياة الروحية والمدنية في العهد القديم كان النبي والكاهن والملك الناس دي كانت بتبقى واخد مسحة خاصة من الروح القدس عشان تؤدي العمل الالهي عادة اول ملك اختير لشعب اسرائيل كان شاول نعم وشاول الرب مسحه بالروح القدس مسحة خاصة وان سمويل حطت دهن على راسه ومسحه قدام الناس كلها وقال له ده الشخص اللي اختاره لكم ملك النهاردة خلونا ناخد حياة هذا الرجل لان الرجل ده متميز عن ناس كتيرا لانه امتلأ بالروح القدس وحصل على الموهبة السماوية وقتاد بالروح القدس ولكنه خسرها فاحنا اصبح عندنا صورة كسب الاول وبعدين خسر فبنقدر نقارن ما بين حياته وهو كان تحت السلطان الروح القدس وحياته هو مش تحت السلطان الروح القدس وحيات شاول ما هيش مسر اوي ومسعدة جدا لكن في صمويل الاول اصحح 11 ده الاصحح النمو زيجي بتاع حياة شاول قمة حياة شاول نشوف شاول وهو تحت قيادة الروح القدس بيتصرف ازاي شاول بعد ما تمسح ملك في ناس اعترضت عليه لسامويل مكتب مقدس ابناء بليعال في صمويل الاول عشرة وبعدين شاول راح يشتغل في الغيط في الحقل بتاعه عشان يعمل الشغل لان الظاهر ما كانش فيه امكانيات تؤهله ان هو يبقى في بيت وحرس وما فيش فالرجل راح اشتغل في بيته وفي حقله لكن اللي حصل ان في قرية يبيش جلعاد جلعاد وطلب منهم ان هو يا ام يا ام زي ما بيقول الكتاب مقدس ان هو نحشان العموني دخل وطلب منهم ان هم يكون عبيد لي ويستمروا عبيد لي ويقور عيونهم ودلالة وعلامة هذه العبودية لي انه يخلع عنهم اليمين يقور عنهم اليمين ده عشان ينسب حماقة ويزل اسرائيل ده اللي قالوا فقالوا لدينا اسبوع نرجع لك نرجع لك قد يكون أنا خلاص فراحوا لغة الجبعة اللي فيها جبعة شاول وراحوا يتكلموا فوصل الكلام لشاول ولما وصل الكلام لشاول يقول كتاب مقدس انه امتلأ بالروح وغضب جدا وصار ازاي يعني ياخد جزء من اسرائيل ويقور عنهم وينسب حماقة لإسرائيل كان وطني على فكرة مش بس كان وطني كان روح القدس وطني الروح القدس فيما هو الممتلكات الله لان الشعب ارض اسرائيل بالنسبة له هي مراس الهي ده الرب ما خلهمش حتى يعني يبعوها ده كان يبعوها بالزمن بس في الاخر يمتركوها تاني مراس الهي لا يباع اللي هو في يوم الخمسين استرداد الارض استرداد الارض فشاول حصل ايه سورة في سنة الخمسين اليوبيل ايوه شاول حصل في حياته حصل في حياته لما صار وقام ست حاجات تبين تدلل لنا ايه هي ايه هو سيطات الروح القدس ايه هو امتلاق بالروح القدس ايه هو الحياة المقادة بالروح القدس اول حاجة في حيات شاول وده شيء اساسي ومهم انه هو انه هو ان احنا نهاجم العدو بدل ما نتوافق معه اللي حصل بعد شوية ان شاول صار وهاج ورفض خطة نحشان نحاش ودخل يحارب جديد عشان ما يحصل شيء ليبيش جنعات انهم يمتلكوها وضيعوها ده لما كان تحت سلطان الروح القدس طب لما فقد الروح القدس عمل ايه شاول نتفرج عليه قدام جليات الجبار دخلوا ويقفوا قدام بعض في الحرب ومهم وقفوا في الحرب قدام بعض طلع واحد من الفلسطينيين وقال لهم واحد من الفلسطين وقال لهم اللي هو جليات الدنيا مبارز الدنيا محارب الغريب ان شاول يكتب وقدس يقول عنه انه هم اطول واحد في اسرائيل وانه كدفوا كدفوا اعلى من رأس اي واحد فيهم فشاول ان العملاق اللي في اسرائيل كان طويل وقوي فشاول خاف وارتعب وما قدرش يواجه العدو ومش بس كده شاول ما فهمش خطة خطة الفلسطينيين كل مقدس ما قالش ان احنا نحارب واحد لواحد قال نحاربهم نحاربهم بشعب بشعب ونمتلك الأرض فشاول ما فهمش ان جليات وقعه في الخي وقعه في خطة غريبة ولكن انخدع به لكن المفهوم ان احنا نفهم افكار العدو ونفهم ان ان خطة العدو مغلوطة دايما وان احنا يكون حياتنا لو انا ممتلك بروح القدس اعرف تماما ان ما هو للرب وهو للرب مفردش في حق الرب وإطلاقها انه ما يكونش مبارزة شخصية بل يعني حرب جماعة بالضبط ده اللي طلب لكن جليات طلب مبارزة شخصية وشاول ما قدرش يرفض المفروض ان شاول كان لم الجيش ودخل الحرب لكن ما عملش دال انه كان خايف بقول الكتاب لاننا لنجه الافكار لازم نعرف العدو بالضبط كده ومش بس كده قال لنا ان احنا لما نواجهه يهرب مننا فالعدوم هو الزكي العدوم الا هو بيستخدم نقاط ضعفنا لانه شايف ان احنا عندنا ضعف لكن لو احنا من قديم بروح قويس مفيش ضعف انت قام شاول بجيش اقل من جيش نحاش وغلب وخلص يبيش جنعات وعملوا له اسم وحبوه وصرع انتصار وفي هذه اللحظة اصبح شاول ملك في اللحظة دي لما انتصر اصبح شاول ملك النقطة التانية المهمة الاساسية المشكلة الكبيرة اللي بتواجه الناس اللي بتبشر في كل مكان لما تكون ممتالب روح قويس بتمتالب الشجاعة لما ما تكونش ممتالب روح قويس بتمتالب الخوف شاول ارتعب وشعب اسرائيل ارتعبوا من جيليات الجبار جالهم رعب لكن شاول ما خافش من احاش وما ارتعبش من احاش بالعكس ده جمع شعب اسرائيل كان عنده بقرتين بتوعب يسموه فدام بقر بقرتين اضطحهم حتة توزع لكل اسرائيل حتة وقال لهم اللي مش هيجي يحارب ورايا حيكون بقر وزي دول وانا رب معانا وتعالى حارب فده اللي حصل فكان شجاعة غير عادية في حياة شاول لما كان ممتالب روح قويس لكن حصل نوع من انواع الرعب والخوف والجبن لما شاول ما كانش ممتالب روح قويس نلاحظ الموضوع ده ملاحظة غريبة جدا وده اللي بيحصل معانا لما بنقوا ممتالبين بروح قويس وينكلم عن الرب يسوع بيكون عندنا شجاعة بيكون عندنا فكر بيكون عندنا فهم لما بنعمل المهام اللي طالبها مننا ربنا حتى لو كانت صعبة بتبقى مقادة صح وبتطلع صح وبتطلع عورنا كلها مرتبة حسب ما شيء طالب يعني استفانوس كان مملوء بروح الشجاعة روح القوة حتى هو عم بيرجم عم بيوصل الرسالة طب وصل داود الفتى الصغير اللي مقدرش يلبس بدلة الحرب راح يحارب جليات منين جات له الشجاعة دي كان ممسوح لان مسحه مسحه سامويل ملك لكن فدخل لكن الرب اللي وضع في يدي الدب والأسد انا هيحط في ايدي جليات وقال له كلمات المشهورة انت تأتي لها بسيف وتونسون ورومح انا هيأتي لك باسم رب الجنود لانك قد عيارش شعب الصوفي اسرائيلي في اذا كان عنده شجاعة غير عادية شجاعة غير منطقية مشكلتنا النهاردة في العصر حديث ان احنا بنحسبها وبنحسبها غلط لاننا بنحسبها حسب المنطق الانساني وهتأثر عليها ازاي واعملها بقدي ايه وهفكر فيها ازاي لو كانت تلاميذ عملوا الكلام ده ما كانتش وصلتنا مسحية لكن الشجاعة اللي حصلت هي دي شجاعة غير عادية وده طلبها مننا ربنا وعايزنا نكون عندنا شجاعة غير عادية ويكون عندنا بالفعل جراءة ويقول كده في روميا 8-15 وإذ لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي نصرخ به يا أبا الآب فإذا احنا خدنا روح البنوة روح الشجاعة يعني هكون صريح معاك كلنا مرة علينا حكام كويسين ووحشين لما يكون ابن الملك ده ابن الملك لما يكون ابن الرئيس ابن الرئيس انت ابن الملك وروح قدس بيقول ده ان انت بيقول جواك هو أبا الآب فما يكون عندك الشجاعة مسنودة على أبوك اللي هو أبوك اللي هو عمره ما هتخلى عنك فإذا الشجاعة بتيجي من إيماننا وثقاتنا ان هو بابا الآب وان يسوع موجود جوانا والشجاعة بتيجي من ثقاتنا وإيماننا ان هو هيتكلم فينا بروح قدس والشجاعة بتيجي ان احنا بنعمل الصح لانه بيقودنا في طريق الصح فإذا الخوف مالوش مجال في حياة المؤمن يمتالب بروح قدس نعم الشيء التالت والمهم الحقيقة وده المهم لأن الأغراض الشخصية سيطلت على المجتمع العالمي والناس كلها بتفكر مين مي سيلفاً أيام أنا ونفسي وبعدي الطفان لكن هنا روح قويس بيخليك بتخدم بيوجه فكرك أنك تخدم الناس مش تخدم أي حاجة تانية لكن تخدم الناس بصورة قوية وتخدمهم مش عشان بتخاف منهم أو بتتعب منهم أو أنك بتتراجع لأنهم ممكن يؤذوك لكن بتخدمهم لأن دي مهبة الرب ليك لأن دي عمل روح قدس جواك محدش قال لشاول ادخل الحرب يا شاول لكن شاول حس بالمسؤولية أنه ممسوح بروح قدس أنه هو ملك على هذا الشعب وأنه ما يسمحش بالحد ياخد ياخد منه بلد وإزاي يهنوهم بهذه الطريقة فأنه كان بيخدم أهل يبيش جلعاد بهذه المهمة لكن شاول لما طلب منه سامويل أنه يحرم مليك وبعدين دخل خد الغنم وخد البقر ورجع وخد أجاج ملكهم وسامويل سمع من الرب قاله لو كان سمع مني الكلام كان مملكته سبت روح قل له أن اللي عمله غلط لأنه أنا حشيره من ملك لدرجة أنه سامويل رح قال له أنت عملت إيه طاعة أفضل من الزبيحة قال له أبدا أنا اخترت خيار الغنم للرب إلهك مش حتى الرب إلهي ده الرب إلهك أنت يعني عشان نسبح عليه من الرب إلهك فرد عليه قال له الطاعة أفضل من الزبيحة فده الخطأ اللي عمله شاول أفقاده المملكة نعم إنه هو خاف من الناس يقول أنا خفت منهم فعملت ده لا إحنا ما بنخافش من الناس إحنا ما بنعملش الغلط عشان بنخاف من الناس إحنا بنعمل الصح عشان بنحب يسوع أمين أخي أشرف إحنا عنا بعد بتقول فيه كمان ثلاث نقاط بسرعة بسرعة عشان الوقت عم تفضل الغريب إنه شاول كمالك كان ممكن يطلب الناس تحارف معه لوحده لكن هو لما بعث أجزاء البقر للناس قال لهم أن تخرجوا للحرب مع عشاول وأصمويل فوضع النبي معاه في الأمور وده بيأكد لنا أن الروح القيس بيخلينا بيحسن الانسجام في القيادات بيحسن انسجام ما بين المؤمنين بيحسن انسجام بيني والناس في المستوى الأعلى بيحسن انسجام بيني بيخلينا كلنا نحترم القيادات ونحترم الأب والأم ونحترم الأسرة ونحترم الترتيب ونحترم مدرسيننا ونحترم بيكون فينا احترام لأن الإكرام لمن له الإكرام والإحترام لمن له الإحترام ده الروح القدس بيحطه جوانا بيحصل إمتى ده ما بيحصلش احترامه ما بيحصلش إكرام لما الروح القدس ما بقاش موجود والذات يطلع جوايا لأن عندنا السلوس الشيطاني أو السلوس الإبليس اللي هو اللي ضد العالم العالم وإبليس والذات فالله الآب دايما ما بيحبش العالم وقانون العالمي وأنظمة العالم فلا تحبوا الأشياء التي في العالم لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم لأن الآب ما بيحبهاش ضد الآب إبليس كان مسيطر تماما عليه فكرة أنه هو يحارب الرب يسوع فقال له لما قال لإبليس لما رب يسوع لعن الحية قال له نسل المرأة يسحق رأس الحية رأس الحية أنت تسحق عقبه ففي حرب بين نسل المرأة اللي هو رب يسوع وإبليس والرب يسوع انتصر في الصليب هاللويا وأصبح لنا حياة أبدية التالت الزات ودي أكتر قضية بتتعب الناس الزات الإنسانية لأنا الزات الإنسانية كل ما هتبقى هي على العرش وكل ما أنا بديها انتاشي يا ذاتي وارتفع يا ذاتي وتعال يا ذاتي الروح قدس ما بقاش موجود لكن أنا لما أخضع ذاتي لله الروح قدس بيمتلك فده الجزء المهم جدا أن أنا أخضع للسلطان حسب مشيئة الرابع الجزء الثالث شاول عمل حاجة غريبة خالص في الصحة 11 قالوا عنه أنه هو بني عالي مقدملوش هدايا لما حطوه في الملك لكن بعد ما انتصر الناس قالت تعالوا نروح لموت الناس اللي رفضوا تكونوا شاول فقالنا لا اليوم دا مش يوم قبل حد اليوم دا كل الناس متسامحة كلنا كويسين دا يوم احتفال وسامح الناس أعداءه على هذا الأمر لكن شاول ما سامحشي في أي حاجة دا شاول افترع على داود بعد ما خسر روح قدس افترع على داود وخرج حاول يضرب الرمح مرتين عشان موته وفي بيته قدامه هو بضربه مزيكا وخرج وراء هنا وخرج وراء هنا وأصبحت عملية مستمرة للحق بداود وعداوة وداود في كل مرة يثبت له أنه أنا ما عنديش عداوة ما عنديش استعداد قتلك قتل بلد كاملة نوب كهنت نوب 85 كاهن مع البلد كمان يعني ما خلاش حد فأصبح عداء مروش أي معنى لأنه خايف من داود وداود دا كان جزبنت وكان نسيب وكان قائد جيش عنده وكان أمين ليه فده الشيء الخامس الشيء السادس وده مهم عايز تخدم الرب لازم يكون ليك قلب أنك تخدم الرب ما يكونش القلب بتاعك على مصالحك الشخصية شاول وهو بيخدم الرب كان ليه قلب صار وقام وعمل الحرب وقدم وانتصر وكان بيقى نافذ الميشن اللي الرب ادهاله اللي ارساليه ادهالك الرب لكن لما شاول فرق الروح القدس عمل حاجة غريبة خالص بدأ يبقى خايف على التاج بتاعه على درجة انه شتم ابنه وقال لي يا ابن المتحوجة وشتم يوناثان وقال له لو ما ماتش داود انت مش هتاخد الملك عمرك ما هتشوف الملك كان خايف جدا على الملك وتعب جدا الملك فإحنا المفروض علينا ان احنا مصالحنا الشخصية تنتهي وتبدأ من خلال ده مصالح الرب وعمل الرب والميشن بتاعت الرب ما يكونش الامبشن بتاعنا وتطلعاتنا وطموحاتنا هي اللي بتقودنا لكن الروح القدس بيقودنا عشان ما يقدر ربي يسوع في حياتنا طبعا الكتاب بيتكلم عن شاول انه فارقوا الروح وبغتوا روح رديء وكان مدرك داود جدية الموضوع قال وروحك القدس لا تنزعه مني ولكن نرجع للعهد الجديد احنا روح الرب سكن فينا وبيقودنا وبيكمل الرسالية في حياتنا معاك دقيقة ونص اخ اشرف عشان نلم الموضوع لهمية هذا الموضوع انا عارف معلومات كتير وحاولنا نحصرها بجزء هاي ايه الرسالة الرب وضعها على قلبك توصلها لكل مشاهد الرسالة اللي على قلبي ان في ملء الزمان جه يسوع نعم وجه يسوع عشان يحقق مشيئة القاب ان يعطي حياة ابادية لكل واحد فينا لان هدف الرب كان في الاول ان ادم يعيش لان فيه شجرة حياة كانت موجودة في الجنة ودي ما بتجيش غير ان احنا نقامن بعمله على الصليب انه مات علشاننا وده بيجي لان الروح القدس بيكلمنا وينخص قلوبنا ويتعامل معنا فنقبل الرب يسوع مخلص وملك وسيد على حياتنا وعندما نبدأ بهذا العمل نختم بختم الملكية ان احنا ملك للرب يسوع ملك للآب ملك الروح القدس وبعد كده بعد كده ننفتح على الروح القدس نطلب ان نمتلب الروح القدس فالروح القدس يقود حياتنا كل ما نعطي الروح القدس مجال في حياتنا كل ما الروح القدس يقودنا ويقدسنا ويجعلنا على صورة يسوع اخ اشرف الوقت ازف الرب يباركك وشكرا جزيلا على محبتك وخدمتك وصلواتك وعلى قلبك المشتاق انه يخدم الرب رغم كل مشاغلك الكتيري بصل لنه الرب يقودك ويباركك حباء اسمعنا من الاخ اشرف يعني عمل الروح القدس عمل عجيب مش بس في الخلق وبالفداء ولكن في الامتلاء ايضا فالروح القدس يبكت على خطية والروح القدس يقودنا الى يسوع المسيح والروح القدس يذكرنا ويعلمنا ويرشدنا في كل شيء الروح القدس يساندنا ويعزينا ويشجعنا والروح القدس ملازم في حياتنا وبيتكلم فينا ومن خلالنا فانا بصلي انه فعلا المؤمن يمتلئ من الروح القدس ورح نشوف البركات العديدة من خلال الامتلاء من الروح القدس وزا محتاج صلاة وانه فعلا ساعدك في هذا الموضوع تواصل معنا الرب يباركك اشتركوا في القناة